أهلا بكم من جديد المشاهدين وبآخر فقراتنا لليوم أظهرت دراسة لجامعة بيرزيت أن أوراق شجر العنب الشامي قادر على كبح نمو خلايا سرطان الرئة هذا الموضوع صار أمل لكثير من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة خاصة أن هناك أمل كمان لتحضير ضواء ممكن أن يساعد في كبح مرض السرطان نتحدث عن هذه الدراسة وأهميتها مع الدكتور جميل حرب معد دراسة وأستاذ علم النبات في كلية العلوم بجامعة بيرزيت يساعد صباحك سمع الخير الله يعافيك قبل أربع سنوات قمت أنت وطلاب بإعداد دراسة حول كبح أو الوقاية من سرطان الرئة من خلال النبات لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع الدراسة بدأت عمليا قبل ست سنوات بتمويل من جامعة بيرزيت التمويل الأول كانت جامعة بيرزيت لجنة البحث العلمي الهدف هو بالأساس أنه تقييم الفائد الغذائي لأوراق العناب فآخرتنا نوعين من أنواع العنب هو العنب الشامي والبيتوني من منطقتين من بيتمار والجنوب من الضهرية فحصنا ضد بعض أنواع البكتيريا الضارة زائد سرطان الرئة النتيجة الأهمة التي تعلنها أنه العنب الشامي من بيتمار قاد على كبح اللي هي الخلايا السرطانية للسرطان الرئة المغزى الأساسي هنا هي قطيئة وقائية بمعنى آخر استهلاك جيد أو عالي لأوراق العنب يؤدي لإفادة صحية للمستهلك وننصح فيه كثير أنه يتم استهلاكها بشكل جيد قضية على دواء أو علاج لسه بكير للغاية لبما بعد سنوات طويلة نصل لها المرحلة نتأمل ذلك ولكن بحاجة لشغل مكثف زائد تمويل قوي حتى نصل لها المرحلة اختياركم للعنب البيتوني والشامي قبل من خلال الدراسة استكشفتوا أنه هؤلاء النوعين هم يعني خلينا نحكي بيعطوا نتيجة كتير منيحة لوقاية للمرحلة لا ما كان عندنا معطيات لكننا سألنا أنه المستهلكين بيستهلكوا فالبيتوني المرغوب عند المستهلك والشامي غير مرغوب يعني يستهلك ولكن غير مرغوب كتير فخدنا هاي المقارنة زائد إحنا علاقة بقضية الأمراض النباتية مدى حساسيتهم لو بعض الأمراض البيض الدقيقي بتحديد حاليا انتقلنا السنة الماضية لدراسة 12 نوع آخر من الأنواع العنب اللي هي بتغطي التشكيل الواسع الأهم في منطقة الجنوب الخليل نتأمل أنه نتائج خلال السنين القادمة نتعطينا معطيات عن أنواع أخرى بس وضح لنا أنه الشامي واضح هذا من البنية الوراثية ودراسنا البنية الوراثية وعزلنا الجينات عرفنا شي الجينات المسؤولي عزلنا المواد الكيموية الفعالة الطبيعية المقصود هنا اللي مفيدة للصحة عزلنا وحددناها ولكن نشخل مستمد يعني بتطلب لسه مدى طويل حتى أنا نحصل على معطيات ممكن تفيد كاللاج بالنسبة لأسباب هاي التجربة والإعداد إلها وأهدافها السبب الأساسي كانت ملاحظة إلي كنت في ألمانيا قبل 6 سنوات لاحظت أنهم بيبيعوا بالصيدليات أدوي كثير من مستخلصات النباتات كان يحاولون أنهم بيبيعوا عن الأدوية الكيموية تعاوننا مع جامعة ميونخ التقانية تعاوننا مع محط في بلين حتى الآن نتعاون معهم وهذا هو المميزة كمان إنه بعثنا طلاب هناك طلاب كثير شاركوا في جامعة بيرزيت في هذا البحث والعمل للطلاب كثير مردود وجيد إنا ولي الطلاب كمان قمتوا بتجربة على نوعين من الخلايا السليمة خلينا نحكو الخلايا السرطانية وبعدها ودتوها على معهد ماكسلو وتحدثتنا أكثر عن هاي التجربة وكيف كانت هي اللي بنا نفحص دائما لازم يكون لدينا مرجعية مش هل ننقيص عليها فكان هي الخلايا السليمة الخلايا السرطانية هي المعاملة الثانية وضح أن الخلايا السرطانية عددها بقل تزايدها بمعنى آخر بقل كثير مع استعمال العنب الشامي لاحقا كبحث علمي لابد من رؤية إيش السبب وضاء ذلك فتم استخلاصها بمضيبات عضوية المستخلص عزلها عن بعضها البعض وبعدين فحصها بطرق تحليل كيميائي معقدة مش موجودة في بلادنا ولذا من هذا البحث طوال سانيك كامل في بلين في محط ماكس بلانك هذه الصور كمان مثل ما إحنا شايفين بتوضح العنب وأنواع العنب هذه كانت خلال إجرانة للتجذبي كنا نأخذ هذه قصائص الشكلية للعنب الحبي والورقة وواهد لابد منها في أي بحث رالمي على أساس تثبيت شو النوع النباتي زادل هي التثبيت الوراثي هذا قمنا في ذلك أبرز التحديات اللي واجهتوها في أثناء الدراسة تمويل تمويل هي الموضل الأهم عنا الجامعة مولت البحث في البدايات كتمويل أولي وكان كثير ممتاز ولكن بلزمنا تمويل أكثر ونسع حاليا الحصول على تمويل قوي الكادر البشري عنا كمان بحاجة لتقوي لزيادة ونأمل ذلك لا يمكن أن أعمل كل شيء هنا فلابد من التعاون مع الجامعات في العالم المتقدم وهذا إيجابي للجميع وأنا بدأ التعاون قائم من عدة سنوات معهم يعني بجانب خلينا نحكي لتحديات واجهتكم كتفاعل مع هاي الدراسة وكدعم لكم كيف كان الدعم والتفاعل مع الدراسة؟ في عنا الدعم زل ما حكيت في البدايات من لجنة بحث العلمي عنا في الجامعة حصلت على تمويل كمان من الطرف الألماني اللي استكمال جزء من الدراسة حصلت على كمان تمويل من صندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي لثنة كاملة بحثية في ألمانيا وأنجزنا كثير فيها وحاليا نسع الحصول على دعم إضافي لذلك بالنسبة للدواء انت قلت يعني مش هلق ممكن يكون في بسبب الدعم يعني هذا؟ أو بسعب عفوا التمويل الدعم المادي؟ كل العوامل وعلى أهمها التمويل أهمها الكاد البشري بالزمل سناقذ الاستخلاص دواء أو تطويض دواء بحاجة لتقريبا من 10 إلى 15 سنين مع جهود مكثرة فيه فإحنا لسه في المرحلة الأولى ونأمل أن نتعاون مع باحثين في الجرعة فلسطين عرضتوها الدراسة للخارج لحد الأطباء المجموعة؟ نحن نعمل في مؤتمرات علمية نعضدهما ونعمل أن هنا في الجماعات الفلسطينية والأساطفلسطينية نتعاون مع باحثين في المجال الطبي خلال السنين القادمين ونعمل ذلك ونسع لذلك أكيد هي خطوة كثير مهمة زائد أنها تعطي أمل لكثير ناس يعانون من مرض السرطان أنه يكون في دواء شوي بيخفف أو بيكبح المرض نفسه رح أجل على المستوى الشخصي أهمية هذه الدراسة على المستوى الشخصي لك كأستاذ؟ كمان يعني على المستوى العام أهمية هذا؟ استوى الشخصي يعني من البحث العلمي دائما مضني ولكن منطع للغاية فنح لوحدة نشتغل في هذا المجال أنا شايف الزاوية الأهمية للطلاب الطلابنا كثير جزء منهم نحكي له الجزء الأفضل ندمجوا في هاي الأبحاث ويسافروا وبتعرضوا للبحث البحث لأنه له تحدياته في البداية الواحد ما بيعرفها فهم ما بيعرفوها وجزء منهم كمل واستكملها الدراسات العليا في الخارج وهذا إيجابة للغاية مستوى العام أنه هذا جزء من رسالتنا كتربويين كأكاديميين في الجامعات الفلسطينية ويتأمل أنه زيادة هاي النشاطات كثير بس بدأ ركز على نقطة والمغزل أهم أنه حنا نحن نحكي هنا بالأساس أنه استهلاك سلع نباتية صحية مفيدة للصحة كوقائية كوقائية بالأساس لتفادي الأمراض مش بس السرطان الكثير الشيائي تفادي الأمراض لأنه نباتاتيش كثير مفيدة نحن عندنا الدراسات كمان جارية على الجوافي وعلى العدس وعلى الحمص وفي عندنا الجاعدة آخر بحث بشتغل فيه وكل هذا دلائل يكون نستعلكه زمان وللأسف السنين الماضي قل استهلاكه في فلسطين ولكن يجب العودة إليها لأنه كثير مفيدة للصحة التوصيات الأخيرة بتحب توجيها بخصوص الدراسة التوصيات لابد من البحث التناوع الحيوي في فلسطين هائل بمعنى أنه تقريبا أكثر من 2500 نوع نباتي مختلف عن بعضهم البعض انترسات حاول التناوع الحيوي في فلسطين ضئيلة للغاية وبتعديد تأثير صحي إليها على الإنسان لابد من دعم هذا التوجه لابد من التعاون الباحثين في جماعات فلسطين مع بعضهم البعض للوصولناتها الجيدة وإحنا أكيد من تاقم الله يصبحكم بالخير متمنالكم التوفيق والاستمرار في هذا العطاء شكرا لك دكتور جميل حرب دكتور علم النبات في كلية العلوم في جامعة بيرزيت شكرا لك شكرا لك مشاهدين هلأ رح اندهت عفوا حلقتنا لليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا أكيد لقاءنا بيتجدد بكرة بنفس الموعد بتمنالكم نهار جميل وسعيد وكله تفاؤل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر